موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعي الإخبارية إخبارية التلفزيون الجزائري مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم اليومي الجزائر اليوم من بين المحاور والتحديات الأساسية التي ترتكز عليها الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وإنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة وتطويرها أيضا من خلال امتيازات جبائية ومن خلال أيضا تنويع مصادر التمويل الموجهة إليها المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة سيكون هذه الثلاث محاور نقاشنا اليوم مع السيد وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة الدكتور ياسين جريدان مرحبا بكم سيدي أهلا وسهلا شكرا لكم على الاستضافة ورمضانكم مبارك شكرا جزيلا سيد الوزير سيد الوزير كما قدمت له من بين المحاور والتحديات الأساسية من أجل تثمين المنتوج المحلي وخلق الثروة والتي ترتكز عليه الحكومة هو المؤسسات الصغيرة والناشئة أهلا نتحدث عن هذه الامتيازات الجبائية وأيضا عن مصادر التمويل ما هو الجديد في هذا التوجه سيد الوزير حولا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذا السؤال هو القطاع الوزاري الذي استحدثه سيد رئيس الجمهورية الهدف منذ البداية أنه خلق اقتصاد موازي إلى الاقتصاد الراهن يرتكز على الريع والتصدير ما هو مواد أولية والاقتصاد المعرفة هو الأصل في هذه المؤسسات الناشئة لأن المؤسسات الناشئة تبتكر تبدع والشباب الجزائري في ظل جائحة كورونا أثبت أنه مبدع والإبداعات كانت تجسدت من خلال محطات رقمية للتطبيب عن بعد من خلال أجهزة للمساعدة على التنفس كلها لم تكن عمليات إعادة تصنيع ما تم إدراجه على المنصات الإلكترونية مجانا ولكن كانت إبداعات خلاقة في القطاع الوزاري نهتم بأول شيء هو الفرص من ناحية الولود إلى عالم السوق والثاني بالأمر للتوفير السيولة لدعم هذه المشاريع في الأمر الأول كنا قدمنا في مجلس الوزراء في شهر فيفري فكرة أنه نخلق أنظمة بيئية ومنها مشاريع الآن قمنا بتقديمها في مجلس الوزراء لإنشاء أنظمة بيئية متكاملة لأنه يقدر الشاب أو المؤسسة الصغيرة توجد نفسها ويتم إقحامها داخل عالم الشغل بدفتر شروط موضح ووضح المعالم ويمكنها تكون عندها رؤية مستقبلية في الأمر الثاني من ناحية التمويل كان أمرين أن الوزارة تم دعمها بمؤسستين ألا وهي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتطوير الحضائر التكنولوجية في الأولى الوكالة تعتمد في عملية التمويل على الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب صندوق كوندافكتاشون سبيسيال الطروسون 2-0-47 والصندوق في حد ذاته كان مول في السابق مشاريع كثيرة للشباب لكن الجل المشاريع هذه كانت مشاريع الهدف منها كان هدف مبني على طلب من الشباب والفكرة التي قدمناها خلال مجلس الوزراء الماضي أنه ستكون النظام البيئي هو الذي يجعل الشباب يقول لهم بأنه كان فرص استثمار ستكون في هذه المنطقة وتكون بمستوى الاستثمار والوكالة ستدعمه وإن شاء الله ستكون الوزير المنتدى المكلف بالحاضنات سيتطرق بالتفاصيل في هذا الموضوع الأمر الثاني في المخصص للمؤسسات الناشئة ووزارة المالية في القانون المالية التكميلي لـ 2020 ووضع صندوق وطني لدعم وتطوير المؤسسات الناشئة كاس طروسون 250 والاقتراح الذي وضعناه أنه مدام صندوق رح يكون صندوق لدعم خلق المؤسسات الناشئة رح تكون الوكالة الوطنية للحضائر التكنولوجية هي بنفس المثابة لأنساج في المؤسسات الصغيرة رح تكون للمؤسسات الناشئة حيث تستقبل الشباب وتأطرهم لما يكون عندهم حاملين للوسام مؤسسة ناشئة وتأطير انتحهم يكون من ناحية التكفل بكل ما يعني بالبزنس بلان ما يعني بالخلق النمذج النموذج يعني فيه مرافقة تقنية مرافقة تقنية ومادية جميل هذا اللي رح تقوم به بالتعاون مع كل الحاضينات الوطنية اللي هي خاصة وعمومية الأمر الثاني لما تكون المؤسسة وصلت إلى مرحلة النضوج هناك صندوق للبنوك الجزائرية وبتحفيز من سيد رئيس الجمهورية اللي طلب منا مع وزارة المالية قمنا بخلق والآن رح ننتظر في الاعتمادات لصندوق بمثابة مؤسسة استثمارية سوسيتي كابيطال انفستيسما اللي رح تدخل في رأس مال المؤسسة الناشئة وتدخل على مستوى أقل من 50% 49% كمستوى أقصى نخله دائما المؤسسة الناشئة الأحقية به تكون سباقة وتكون هي اللي تدير لإدارة المؤسسة الناشئة وعلى أنه يخرج بعد سنتين أو ثلاثة على أقصى تقدير في حالة إذا ما نجحت المؤسسة الناشئة مع الفائض في الفائدة أو في حالة الخسارة يعلن أن المؤسسة الناشئة يتم استيعابها من قبل المؤسسة الاستثمارية وإعادة دمجها أو هيكلتها جيد سيد الوزير المفهوم أن هناك صندوق صندوق الوطني للمؤسسات الناشئة والصندوق الثاني الخاص لاستثمار لخلق أنظمة بيئية هذا الصندوق الثاني سيد الوزير هل ممكن أن تعطينا أكثر تفاصيل أو أمثلة عن ما الذي يمكن أن تقوم به هذه المؤسسات الناشئة أنا فهمت أنه لتدعيم المناولة سيد الوزير لا تدعيم المناولة هذا في إطار المؤسسات الصغيرة مؤسسات الناشئة هو تمويل ودعم الإبتكار لما كنا لاحظنا في جائحة كورونا مؤسسة الناشئة تخرج وتقلنا باللي عدنا فكرة والفكرة تم تجسيدها في إطار نموذج مخبري لجهاز تنفس إصطناعي واللاحظوا أنه إذا كانت الشركة كما الأوني والشركة صيدال تصنع هذا كين فارق ما بين العالمين عالم الإبتكار اللي يدير أفكار وعالم التصنيع اللي يقول لك لازم نشوف تكلفة التصنيع لازم نشوف مقارنة بأي منتوج يكون مستورد السعر يكون الدراسة تجارية الدراسة تجارية لملء هذا الفراغ وجد الصندوق لن يأخذ المؤسسة الناشئة من المرحلة التفكير والفكرة اللي تكون جاهزة ومبلورة وتدرس وتحين يوميا متابعة يومية من ناحية التجارية ومن ناحية التقنية في إطار الحضائر التكنولوجية والحاضينات الأعمال جيد سيد الوزير ربما هاجس الشباب اليوم مدام فيه تميل هناك هاجس آخر يطرح نفسه وقضية القروض الرباوية هل فكرتم في ربما بعض التوجهات من خلال المرابحة أو المساهمة أيضا من أجل ربما الشباب يتوجهون أكثر من إلى هذه القروض ويكونون مرتاحين من الجانب الديني سيد الوزير نعم هو الهدف الأول الذي كان البرنامج جيري ستارت لما قدمناه للمجلس الوزراء نعم أن المؤسسات الصغيرة لما تذهب إلى دعمها في إطار أنساج في المستقبل إن شاء الله يكون عندها حرية هي الأصل في الحرية جميل حين نضغط على الأشخاص ونقول له تخير هذا المرابحة حول تساهم نخلو أن البنك مع المؤسسة دعم تشغيل الشباب أنساج والشاب يختار أي أمر في الرحين يختار يقدر الشاب يقول لك أننا الدقار ضرب ويكون أحسن لأن البنك سيطلب لفائدة أكثر وهنا لا يوجد الفائدة لأن الدولة خزينة العمومية التي ستتكفل بها لبونيفيكاسيو والأمر الآخر الذي سيكون متاح للشباب أن التفكير في الذهاب إلى ما بعد يمكن أن الشراكة التي تقوم والمشروع ينجح يتم دعمهم بعد ذلك بنظام آخر مرابحة أو مساهمة أو غيره نخلو الأمر لما صاحب الخيار وهو الشاب في الأول والأخير أنه يختار أي صغة يفضل لاحظنا وبكل تأكيد أنه غالبية الشباب كان الهاجس تحهم لما يروحوا خليوم يروحوا للدس بوزيتيف أنه القرض الريباوي لأنه حتى في عملية التعويض كان شباب عوضوا الأنساج وما عوض البنك لأنه يقول لك نعوض البنكرة وريباوي حتى وأنه الدولة تدفع الفائدة لذلك ارتأينا أنه بدون أن نذهب إلى تغيير الأفكار والشباب وتغيير المجتمع نتماشى مع المجتمع الجزائري والمجتمع الجزائري الشباب سيكون خلاق إن شاء الله جيد في هذا المشروع المشروع ستكون الحرية لشباب في اختيار نوع القرض جميل سيد الوزير هناك العديد من المؤسسات التي ربما توضيح أنه ما يقول لك إذا كان تساهمي أو مرابحة ما يقول لك قرض أو يقول لك استثمار جيد شكرا لهذه الملاحظة سيد الوزير سيد الوزير هل من تفكير الآن في التعامل مع بعض المشاريع بين قوسينا المتعثرة في وكالة دعم وتشغيل الشباب العديد من المؤسسات لسبب أو لآخر تعثرت الآن هل فكرتم في طريق من أجل احتوائها سيد الوزير في التفاصيل سيكون سيد الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات سيقدمها لكن على العموم ستكون مبنية المقاربة تكون مبنية على مساهمة الشباب حتى نفسهم لأنه هما نتمنى إن شاء الله في المستقبل أنه هما يجول لنا ويقول لنا وشما المشاكل ليصادفوها والحالة نتحهم الوضعية لأنه درسنا أربع حالات لقدروا تكون فيها المؤسسة الناشية وكانت خرجت في البيان لمجلس الوزراء لكن كان ربما حالات لم نتطرق إليها ولم تظهر لنا لذلك رح عملية تحيين لكل قاعدة البيانات ورح يكون تحيين أيضا للأمر لا نراه على الورق لكن في الواقع أنه الشباب يغير من التجارة اللي بدأها في البداية مع الأنساج وبعدها غير ودار حاجة وإنجح فيها هذا لماذا لن يتم استيعابه وهذا لا يتم إلا عن طريق محطات رقمية ستوضع في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله على مستوى أنساج لإستيعاب كل طلبات وإستيعاب إن شاء الله أكبر عدد ممكن من حاملي المشاريع الذي تعثرت وحتى الذين نجحوا ليمكن ندعمهم بها يكونوا في مستوى اقتصادي أعلى ويمكنهم أنه حتى لما لا ذهب إلى الخارج سيد الوزير تحدثتم عن مشاكل أصحاب هذه المؤسسات من بعض المشاكل التي طرحوها ولازالوا يطرحونها الآن هي عائق قانون الصفقات سيد الوزير بما يحول بينهم وبين الصفقات خاصة مع المؤسسات العمومية نعم بكل تأكيد الأمر هذا لا يخص إلا المؤسسات الصغيرة حتى المؤسسات الناشئة رأينا مؤسسات ناشئة مبتكرة التي ذهبت في خارج الجزائر وحصدت مشاريع بمليارات الدينارات ملايين دولارات مع ذلك لم تتحصل على أي مشروع استثماري هنا في الجزائر لأنه غالبية السفقات العمومية في الماضي وإن شاء الله الأمر يتغير في المستقبل كانت صفقات تعني بالتقديم كامل متكامل ترن كي في إطار هذه الصفقات لا يمكن للمؤسسات الصغيرة وحتى المؤسسات الناشئة ولوج إلى عالم الاقتصاد الفكرة التي فكرنا فيها أنه نتيح أكثر ونخلو في العلامات للنقاط لنمدهم إذا كان تجمع مؤسسات صغيرة أو متجمع مؤسسات صغيرة مع مؤسسات ناشئة للمد قيمة مضافة يكون عندهم أفضلية للوصول إلى عالم السفقات العمومية وفي هذا الإطار أود أن أقول أنه نحن في الوزارة نعني أيضا بعملية رقمنة الإدارة وفي إطار عملية رقمنة الإدارة وجدنا أنه كل القطاعات الوزارية على الأغلبية فيها عندها مشاريع رقمنة وفي المشاريع رقمنة تم حتى إدراج التمويل المالي من طرف صندوق الوطني لدعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإلى ما يفوق 6.5 مليار دينار دينار خاصة خاصة لأنه مشاريع مهمة لرقمنة الدولة لكن سنقوم بدمجها على أكبر تقدير إن شاء الله مع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التي هي الآن في أمس الحاجة إلى دعم لأنها مؤسسات مبدعة والإبداء نشوفه يوميا ويمد صورة جيدة إلى عالم الرقمي في الجزائر لكن للأسف غالبية المشاريع تنتهي مباشرة في شركات أجنبية وحتى لا تكون عينية الأمر يكون معنوي والأمر معنوي وندفعه بالعملة الصعبة ربما سيد الوزير دائما المشكلة في طريقة التواصل مع هذه الشركات ربما في بعض الأحيان لا تكون مؤسسات صغيرة وناشئة أو تكون أشخاص سيد الوزير نعم لذلك كان أمرين لما نأخذ في عين الاحتبار كان ما قامت به وزارة العمل بإنشاء النظام العامل الحر فريلانس وتقنينه بقانون للعامل الحر وهذا المؤسسة دعم وتطوير الرقمنا أخذته بعين الاعتبار في المنصة أن أي شاب عنده كفاءة في ميدان في إطار الإعلام الآلي والحوسبة يقدر يتقدم ويقدم الملف ويقدر 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 يدير وأحسن مثال لنذكره أنه في الماضي كان في مشروع مسمى بمشروع بروغرس لكانت بشراكة مع الاتحاد الأوروبي أنه الاتحاد الأوروبي شارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإرساء منصة رقمية تقوم بتتبع الحياة الطالب في الجامعة المشروع لما أخذ كان فيه دعم مالي من الأوروبا الاتحاد الأوروبي وما بين الجزائر في الناحية الأوروبية الاتحاد الأوروبي اختار شركة تونسية للقيام بالمشروع والمشروع لما أخذ في هذا الإطار المهندسين اللي عملوا فيه وعملوا على التطوير مهندسين جزائريين معروفين والمؤسسة التونسية الدات الدعم كنا نستطيع أن نطلب من الاتحاد الأوروبي في الوقت نطلب أن المؤسسات الناشئة الجزائرية هي التي تقوم بعملية الدمج لكن الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي والتونس كانت أقرب في ذلك الوقت أن نخلد هذه الفكرة في الجزائر الجديدة لا بد أن تلغى أنه لازم ندافع على المؤسسات الناشئة الوطنية حتى المؤسسات الصغيرة التي تعنى بأمر رقمنا والشباب الذين هم كما تفضلتم عمال أحرار سيد الوزير دائما في هذا التوجه هل هناك تفكير لتثمين وترقية الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص سيد الوزير خاصة من القطاع الخاص يعني المؤسسات الصغيرة والمؤسسة الناشئة نعم المثال الذي مديته على المؤسسة الدعم وتطويره رقما أحسن مثال لأنه المؤسسة مؤسسة عمومية مئة بالمئة والهدف الانتحى هي دعم وتطوير رقمنة القطاعات الوزارية وخاصة القطاعات الدولة لكن ثمانين بالمئة من الأعمال التي تقوم بها هي بالشراكة مع الشباب اللي هم عمال أحرار أو مؤسسات صغيرة أو مؤسسات ناشئة جيد سيد الوزير طلعنا من خلال المجلس الوزراء الأخير عن مشروع مؤسسات لدعم حركة نقل المسافرين ما بين الولايات عبر طائرات صغيرة وهذا الخبر الذي ربما الآن يبحث المشاهدين يبحث الجميع على أكثر تفاصيل حوله سيد الوزير شكرا جزيلا السؤال هو قيد الدراسة وتقدم في إطار العمل الحكومي في مجلس الحكومة المنصرم لتوضيح أنه في عابر المنصات شفنا أفكار كثيرة وآراء لنحترمها جميعا ولذلك لابد لنا من توضيح في هذا المجال المشروع ينطلق من أمرين الأمر الأول لو نظرنا إلى ناقل الأشخاص عبر العالم وتوصلنا أنه مقاربة ما بين المؤسسات لوكست ما خفضت الأسعار والمؤسسات الحاملية الركاب العاديين نلاحظ أنه فيه فارق ليوصل حتى 60-70% في الفارق لماذا لأنه في سعر التذكير لأنه المطارات المختارة مطارات التي تكلفت فيها تكون صغيرة الخدمات في المطار غير مدمجة في السعر الأمتعة غير مدمجة في السعر كل التكاليف لترجع أن الطائرة يقول التسعير باهضة والأمر الثالث أنه يخلي الإنسان لا بد أنه يقوم ب ريزيرفيشن يحجز الحجز يكون مسبق لذلك إذا قارننا هذه ونشوف في الولايات الجنوب وخاصة ولايات الهضاب أنه كان مناطق في مجملها معزولة لأنه التنقل بسيارات الأجرة أو بالحافلات وفيها التعب وفي قضية التنقل وإرهاق خاصة للناس المرضى لكن العدد لا يسمح لناقلي العاديين أنه يقوموا بعمليات ناقل يومية أو ثلاث مرات أو في اليوم لذلك الفكرة ذهبت إلى الطائرات الصغيرة الطائرات الصغيرة المحرك هو بالبنزين أو بالديزل تكلفة الصيانة أقل التكلفة في البنزين بحد ذاته تكون أقل الطائرة تحتاج إلى طيار أو مساعد معه وتكون إدارة الطيران هي التي توضع الأمور وتضبطها الأمر الذي لاحظناه أيضا أنه في مطارات في الجزائر هي مهبط فقط ليس بمطار في حد ذاته إذا تم استعماله وتحيينه يمكن أن نقوله في الجزائر الإنسان يقدر يذهب من مدينة معسكر المدينة الجلفة بالطائرة وبتكلفة أقل من التكلفة الحالية والمستفيد الأول هم الشباب يتعلموا في مدارس لأنه لدينا مدارس لتعليم الطيران مدارس خاصة وعندنا متقاعدي الجيش من الطيارين لهم كف والكفاءة غنية عن أي تقدير لذلك إذا قمنا بدمج الكل نجد أنه نقدر إطلاق مؤسسات صغيرة لتعنى بنقل المسافرين من هذا المهابط إلى المدن يمكن أن نأخذ مؤسسات صغيرة لتقوم هي بعملية النقل وعن طريق الليزينج والبنوك يمكنها أن تقوم بعملية الليزينج في طائرات وتكون التجارة مضمونة والربح موجود وهذا ما يجعله حتى احتكار حتى مؤسسة خاصة يكون العمل تشاركي ليجمع كل الطاقات الجزائرية في إطار نظام بيئي متكامل جيد نضكي أن المشروع قيد الدراسة جيد سيد الوزير جائحة كورونا ربما أظهرت وجود نقص في الجزائر من خلال الرقمنة سيد الوزير ما هي فلسفتكم في القطاع من أجل النهوض بالرقمنة عندنا في الجزائر السؤال عنده تفرعات كثيرة لكن أول شيء اللي كان حتى سيد رئيس الجمهورية وضحه في مجلس الوزراء المنصر أنه إذا لم تكن لدينا المعلومة والمعلومة المتيقن منها المحينة يوميا لا يمكن لنا أن نتخذ القرارات السديدة وتصحيح القرارات حتى وإن كانت أخطأ فيها الرقمنة في منظورنا هو توحيد قاعدة البيانات جميل وقاعدة البيانات لكل المواطنين الجزائريين إذا وضعنا أن كل مواطن جزائري منذ الولادة عنده رقم التعريف الوطني وقمنا بدمج هذا الرقم في كل قاعدات البيانات في وزارة السكن في وزارة الداخلية في اقتناء سيارة في الجمارك يصبح لنا قاعدة بيانات لتسمح من خلال رقم واحد معرفة كل ما يدور حول موضوع ما إذا مثلا كان مواطن طلب دعم من الدولة في أمر ما وكانت عندنا قاعدة البيانات موحدة يمكن أن نسأله قاعدة البيانات في أمور معينة هل له سيارة هل له قطعة أرض هل له مسكن أو تحصل على قرض مباشرة دون عناء سؤال كل القطاعات إذا كان فيه اعتراض والأمر ليخذ وقت الأمر الثاني في إطار الرقمنة هي لابد من تقريب الإدارة من المواطن إذا كان المواطن لابد أن يذهب من إدارة الإدارة وكانت هذا أمر من سيد الرئيس الجمهورية أنه ممنوع في المستقبل أنه أي إدارة تطلب ورقة من إدارة أخرى هذا الأمر إذا قمنا بعملية الرقمنة ووضعنا أنه شبكة موحدة بين كل القطاعات الوزارية يمكن أن نلغيه في وقت وجيس يعني وتحدي سفر ورقة نعم هذا هو الهدف الهدف هو الذهاب إلى سفر ورقة والهدف أيضا ولاحظناه مع جائحة كورونا أن الاجتماعات الوزارية عن طريقة التحاضر عن المرء عن بعد أثبتت جدارتها ويمكن تعميمها إلى قطاعات أخرى كما قلت سيد الوزير قضية الرقمنة هو موضوع عام ويتفرع إلى عديد المحاور ربما سننقشها في فرصة أخرى لكن هناك شقين في الرقمنة لا يجب أن نتحدث عليهم ولا يجب إغفالهما وهي قضية التجارة الإلكترونية وقضية الدفع الإلكتروني وهما ربما هذه الثنائية مهمة جدا إذا أردنا تطوير الرقمنة في بلادنا سيد الوزير في قضية التجارة الإلكترونية هي اقتصاد آخر اقتصاد جديد الحد الآن أنه لم يتم استحداثه بأمثل وجه هنا في الجزائر وإن شاء الله سوف نسعى وما جائحة كورونا إلا مثال على ذلك أنه في إطار عملنا الوزاري جمعنا كل المحطات التجارة الإلكترونية وقلنا لهم باللي نقوموا بعملية رقمنة المحلات التغذية العمومية والتغذية العامة وكانت الاستجابة من عند مجمل المحطات الرقمية ومشات في البداية الفكرة إلا توضيح أنه المجتمع الجزائري يتقبل التكنولوجيا ب احتشام لا ليس باحتشام نعم يتقبل التكنولوجيا إذا كانت تسهل عليه الأمور لكن لما نتكلم على الأشخاص ونقول التجارة الإلكترونية يقول لك لازم نشتري عبر مهنصات إلكترونية ونلتقي مع البائع ولازم ندي معي النقود ونتفعل نقدا لذلك كما تفضلتم التجارة الإلكترونية لا يمكن أن تذهب بعيدا دون الدفع الإلكتروني والدفع الإلكتروني كان في الماضي من خلال استحداث البطاقات سييبي وتعميمهم في قفزة نوعية كانت تتحدث الإيبانكينج البطاقات الإيبانكينج نعم السيب لكن الأحسن أو الأجدر أنه يتم السماح لمحطات الإيبانكينج الرقمية للدفع الفوري الآن يعني الآن موجودة ومتوفرة لأنه هي قضية ضوابط قانونية رقميا الأمر موجود كل المحطات الإيبانكينج تسمح إذا كان الضابط القانوني رفع وإن شاء الله البنك الجزائر يستجيب لهذا الطلب ويقوم رفع من هذه وندره الضوابط القانونية ندرها بعدية بعد ليس قبلي سيد الوزير حتى نختم كنتم تحدثتم عن قضية الموبيل بايمنت أين وصل هذا المشروع المشروع أن المؤسسة ساتيم قامت باقتناء المحطة هذا ما أعلمني به سيد وزير المالية التجارب الآن في السيكوريتي والربط الهاتف بالصندوق البنكي جارية يكون الإطلاق الفعلي إن شاء الله في شهر جوليا هذا ما أكده سيد وزير المالية شكرا جزيلا لك سيد وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المالية الدكتور يسين جريدا شكرا على الحضر وعلى الإفاظة أيضا ممكن خليل كلمة أخيرة لأن هذه السنة الحميدة في وسائل الإعلام في النهاية هي تمنيات نتمنى أنه جائحة كورونا حتى وأنه خلقتنا مشاكل اقتصادية لكن سمحتنا بش نشوف الإبداع الشباب الجزائري تمنى أنه الشباب الجزائري يخلي الطاقة نتاع على أهبها لما بعد كورونا لأنه الجائحة في نهايتها لا بد أن تزول ولا بد أن الاقتصاد الجزائري ينطلق ولكن لا بد أن ينطلق على قدم وساق مع كل الطاقات الشبانية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة في إطار هذا ما نسميه نحن الآن بالنظام البيئي المتكامل شكرا جزيلا سيدا الوزير وموفقون في المهمة التي أوكلت إليكم شكرا جزيلا لك متواصلون معكم مشاهدين إلى الملف الثاني في برنامج الجزائر اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر متواصلون معكم مشاهدين إلى الملف الثاني والخاص بقطاع التربية بعد قرارات مجلسها الوزراء أمس والقضية بإلغاء امتحان نهاية محلية التعليم الابتدائي وتأجيل امتحاني شهادة التعليم المتوسط وأيضا شهادة الباكالوريا وقضية الانتقال العديد من الفاعلين والشركاء الاجتماعيين ثمنوا هذه القرارات للحديث عن هذا الموضوع أسعد اليوم باستضافة السيد سعيد بن سلم مستشار وزير التربية الوطنية مرحبا بكم سيدي شكرا لتربية الدعوة سيد سعيد بن سلم كما قلت في تقديم هذا المقتضب هناك ربما أراحة وأريحية عندكم وعند أيضا فاعلين في القطاع التربية الوطنية القرارات التي ربما استحسنها الجميع السيد السعيد بن سلم وحتى هذه القرارات لديها مرتكزاتها الأساسية لدى وزارة التربية شكرا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية وبمناسبة الشهر الفضيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا ونسأله كذلك أن يرفع عننا هذا الوباء وهذا البلاء في أقرب وقتنا إن شاء الله طبعا في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر على غرار بقية الدول بسبب جائحة كورونا ومن جرى عنها من تدابير واحترازات وقائية وكذلك حفاظا على صحة ابنائنا التلاميذ وكافة الأسرة التربوية عموم وسلامتهم فقدمت وزارة التربية الوطنية تصورا توافقيا طبعا هذا التصور انبثق من خلال اللقاءات التشاورية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من منظمات نقبية معتمدة ومنظمات وجمعية أولياء التلاميذ هذا التصور الخاص بتنظيم نهاية أعمال السنة الدراسية الجارية وكذلك تنظيم الامتحانات المدرسية لم يأتي اعتباطا بل استند فيه على عدة مرتكزات تحترحوا باختصار حددنا هذه المرتكزات سيد من سلم المرتكز الأول وهو مرتكز بيداغوجي بحث وهو أن مستوى التقدم المحقق في تنفيذ البرامج التعليمية إلى غاية تعليق الدراسة في 12 مارس 2020 كان يتراوح تقريبا ما بين 70 إلى حوالي 80% في مختلف المواد طبعا هذه النسبة جاءت بعد السيرورة الممتازة للسنة الدراسية الحالية خاصة في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي المرتكز الثاني وهو الوضعية النفسية للمتعلمين نعم جراء هذا الوباء وما صحبه من حجر منزلي وصحي إلى غير ذلك المرتكز الثالث وهو الشروط والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لضمان سلامة وصحة المتمدرسين خاصة والأسرة التربوية كافة وشرط آخر وهو يتعلق بالامتحانات المدرسية فكما نعرف أن هناك شروط تنظيمية وزمانية يجب القيام بها من أجل تنظيم الامتحانات المدرسية وإجرائها إضافة إلى نقطة نضيف نقطة فقط أن نعرف مشكلة لتعرف المناطق الجنوبية خاصة الوضعية المناخية لتعرفها المناطق الجنوبية خاصة في شهر شهري جوان وجوي من حرارة إلى غير ذلك هذه المرتكزات كلها اعتمدت للخروج بهذه القرارات جيد سيد بن سلم حتى نتحدث عن القرارات لأنه مقناشا كثير من الوقت أولا القرار الخاص بالانتقال من مستوى إلى آخر وتخفيض معدل الانتقال في الابتداء من إلى أربعة ونصف على عشرة ومن في المتوسط والثانوي إلى تسعة من عشرين طبعا بالنسبة وخصوص الانتقال من مستوى إلى آخر فقد تم احتساب يعني معدل الفصلين الأول والثاني كمعدل قابول للانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى مع تخفيض هذا المعدل بالنسبة للتعليم الابتدائي إلى أربعة ونصف من عشرة وفي التعليم المتوسط والثانوي إلى تسعة من عشرة تسعة من عشرين تسعة من عشرين كملاحظة فقط أن التلاميذ المعنيين بهذه المعدلات هي نفسه الفئة التي كانت تجري الاختبارات الاستدراكية وبالتالي فبدل من إجراء هذه الاختبارات الاستدراكية فتم تخفيض معدل القابول لهذه الفئة ثمانا لصحتهم كذلك وصحة المتكفلين بهم من الأسرى التربوية جيد الآن نتحدث عن إلغاء الامتحان الامتحان الأسناء الابتدائية سيد أو الطور الابتدائي فقط قبل من نتكلم على إلغاء الامتحان فوزارة التربية الوطنية قررت إتمام أو استكمال ما نقص من التعلومات الأساسية والمهيكلة والمبرمجة في الفصل الثالث لسنة الجارية في مخطط التعلومات للسنة الدراسية المقبلة 2020 و2021 وهذا باعتماد التعديل والمعالجة البداغوجيين يعني حتى لا ينتقل التلاميذ بدون هذه التعلومات الأساسية جيد الآن التبريرات الخاصة بإلغاء امتحان الأعطوري ابتدائي بالنسبة لامتحانات المدرسية بصفة عامة عندنا النقطة الأولى هو امتحان نهاية المرحلة التعليم الابتدائي فتم إلغاء هذا الامتحان ومعروف لدى الأسرة التربية أن كل الاستشارات والندوات الوطنية التي قامت بها وزارة التربية الوطنية سابقا طالبت بإلغاء هذا الامتحان والاكتفاء بممارسة التقويم التكويني الذي يشخص صعوبات ويساعد التلميذ على اجتيازها وهو ينسجم تماما مع طبيعة مرحلة التعليم الابتدائي وبالتالي فالاعتماد فقط على ما يفرزه التقويم التكويني في الانتقال إلى السنة الأولى متوسط جيد الكل كان ينتظر في إلغاء أيضا شهادة التعليم المتوسط إلى أن القرار الأخير جاء بتأجيلها سيد سعيد بن سلم لماذا هذا التأجيل أي لماذا الإبقاء على شهادة التعليم المتوسط نعم تأجيل امتحان شهادة التعليم المتوسط إلى الأسبوع الثاني من شهر سبتونبر يجب أن يعرف الجميع أن امتحان شهادة التعليم المتوسط هو امتحان إشهادي يعني يتوج بشهادة نعم ونحن نتمنى أن كل تلميذ يتحصل على هذه الشهادة هذا من جهة من جهة أخرى أن هذه فرصة أخرى للتلميذ حتى ينتقل إلى السنة الأولى ثانوي لأن المتحصل على معدل عشرة فما فوق في هذه الامتحان سوف ينتقل مباشرة أما المعدل القبول العادي الخاص بالانتقال من السنة الرابعة متوسط إلى السنة الأولى ثانوي وعادة يحسب بمعدل الفصلين زائد معدل الشهادة على اثنين فهذا ينطبق عليه التخفيض الحاصل مع باقي المستويات وهو تسعة من عشرين ولا يجب أن ننسى أيضا هناك أيضا الأحرار يجب أن نعطيهم الفرصة ولا ننسى كذلك أن مدم شهادة فيشارك فيها الكثير من الأحرار ويقدر عددهم هذه السنة تقريبا بأكثر من 24 ألف تلميذ ومترشح وبالتالي فهي فرصة أخرى للتلاميذ والوقت كافي لمراجعة للمراجعة خاصة وأن ما يمتحن فيه التلاميذ في هذا الامتحان هو ما قدم لهم في القسم وما درس لهم في القسم في الفصلين الأول والثاني فقط جيد حتى نعود إلى هذه النقطة بالتحديد السيد سعيد بن سلم فيما يخص شهادة التعليم المتوسط وأيضا شهادة البكالوريا سيمتحن التلاميذ في الدروس التي تلقوها في القسم فقط من دون الدروس التي تلقوها عبر مختلف المنصات نعم وهذا ما خالص إليه هذا التصور إلى أن الامتحان سيكون على الدروس المقدمة في القسم للتلاميذ خلال الفصلين الأول والثاني وهو كافي لإجراء امتحان جيد فعادة الامتحان يوصف بأنه امتحان جيد إذا كان غطى ما نسبته 70 إلى 80% من البرنامج الدراسي السنوي في الحالات العادية وبما أن قلنا من المرتكزات التي ارتكزنا عليها في أخذ هذه القرارات هو نسبة التقدم في مستوى التعلومات فراح تكون الاختبارات حول ما قدما في الفصلين الأول والثاني وهذه فرصة للتلاميذ لوجود الوقت الكافي للتحضير الجيد لهذين الامتحانين جيد هل ستكون هناك مرافقة نفسية هل ستكون فيه مراجعة لأنه تعرف سبع أشهر هي مدة طويلة سيد سعيد بن سالم هو تقريبا ستة أشهر من 12 مارس حتى 12 سبتمبر ستفتح الثانويات والمتوسطات لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي والسنة الرابعة متوسط قصد المراجعة والمذاكرة وكذلك التحضير النفسي قبل إجراء الامتحان وهو مهم جدا وسيكون بأيام قبل تاريخ هذين الامتحانين جيد سيدة المنسل المدام في الدخول سيكون بداية شهر أكتوبر والامتحانات ستكون في الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الآن القضايا التقنية قضية التصحيح والإغفال الإداريين الأساتذة كيف سيتم التعامل معهم سيدي هو كما قلت في البداية في المرتكزات الأساسية من بينها الشروط التنظيمية والزمانية لتنظيم الامتحانات الرسمية أخذناها بين الاعتبار أما الدخول المدرسي سيكون في بداية أكتوبر وستعكف الوزارة على إعداد المناشير الخاصة بيرزنامت وتواريخ هذا الدخول المدرسي وكذا بالإجراءات المتخذة لإنهاء أعمال السنة الدراسية وتحضير أعمال بداية السنة الدراسية القادمة بحولها جيد فيما يخص الإجراء كيفية إجراء الامتحانات سيدة سعيد بن سالم هل سيكون فيه تفكير لأخذ بعين اعتبار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لأنه في سبتمبر سبتمبر ما زلنا يعني في الصيف طبعا يعني في الحقيقة بالنسبة لإجراء الامتحان قلنا تأجيل الامتحان ويبقى مربوط بالوضعية الصحية للبلد يعني إذا كان الوضعية الصحية أملت علينا بعض الإجراءات أو التدابير فسنتخذها وهذا ما قلته في إحدى المرتكزات وهو الإجراءات والتدابير الوقائية للواجب اتخاذها لضمان وهذا هو المهم بالنسبة إلينا ضمان صحة التلاميذ والأسرة التربوية وسلامتهم جيد الجميع يحرص على مستوى تحصيل التلاميذ السيد سعيد بن سالم وهناك من قال ربما الانتقال بربعة فصل خمسة أو تسعة من عشر سيؤثر على المستوى الأقسام التي ينتقلون إليها سيدي وهذا ما قلته من خلال إتمام واستكمال تعلمات المبرمجة في الفصل الثالث وخاصة التعلومات الأساسية في مخططات تعلم الخاصة بالسنة الدراسية 2020 و2021 وبالتالي فرح تكون هناك ربما إعادة لتنظيم السنة الدراسية المقبلة بما يتوافق واستكمال هذه التعلومات من خلال جوانب بيداغوجية مثل التعديل البيداغوجي والمعالجة البيداغوجي وكيد على حسب كلامك سيكون في تغيير في سيرورة السنة الدراسية 2020-2021 سيدي نعم هذا الذي قلناه وهو أنه يمكن إعادة تنظيم السنة الدراسية بما يتوافق مع محتوى التعلومات المقدمة في هذه السنة ستمس العطلة ربما تمس العطلة المدرسية ربما تمس تواريخ ورزنامة الاختبارات إلى غير ذلك جيد إذن ستطلع الأسرة المدرسية على هذه التفاصيل في وقتها سيدي تحدثتهم عن التحصيل الدراسي الوزارة التربية الوطنية تنشط أيضا في المنصات منصات التواصل الإجتماعي وأيضا هناك حديث عن قناة خاصة بدعم التلميذ خاصة الأقسام النهائية سيدي هو فعلا يعني هذه الجائحة يعني خضنا فيها تجربة رغم أنها تجربة ناشئة وهي تقديم دروس عن بعد عن طريق اليوتيوب وعن طريق الدوان الوطني للونيفت للتعليم والتكوين عن بعد وكذا عن طريق التلفزيون ودروس مفاتيح النجاح والإذاعات المحلية تثمين لهذه العمليات المتعددة وتشكرات للأساتذة الذين قاموا بهذه العمليات المختلفة سواء بالتنسيق مع الوزارة أو بمبادرات فردية خاصة بهم فتدعي من وتثمين لهذا الأمر ستفتتح قناة تلفزيونية موضوعاتية تعليمية تربوية ربما سيكون البث التجريبي إن شاء الله في يوم الطالب يوم 19 ماي ونتمنى أنها تكون بدرة خير للمدرسة الجزائرية سيد سعيد بن سلم مستشار وزيرة التربية الوطنية شكرا جزيلا لك على الحضور معنا وعلى الإفادة أيضا شكرا جزيلا لك إلى أخبار أرياضتي في برنامج جزائر اليوم اشتركوا في القناة أخبار الرياضة يفصل فيها اليوم زميل إسماعي الميلودي اسمعي المسأل خير تحية لك سيد أحمد ولكل المشاهدين في هذه الفقرة الرياضية والمستهل أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون دعمه لبطلة تينس في بلاده إناس إبو التي انتقدت موقف النمساوي ولعب كرة المذرب دومينيك تيم على خلفية رفضه المساهمة في صندوق دعم لعبية تينس المترجعين في الترتيب والذين تضرروا من توقف المنافسات جراء تفشي جائحة كورونا وقال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حسابه على تويتر مساء أحد لا يمكن للجزائر أن تضيع موهبة رياضية مثل إناس إبو وهي في مقتلب للعمر وزهرة العطاء في اختصاص نادر ما ينجب جزائريين يبرعون أو يكون بارعين فيه وضف عاجلا ستتكفل وزارة الشباب والرياضة بانشغالاتك كل دعم ومساندة وتمنيات لك بالنجاح إن شاء الله يقول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أيضا وزارة الشباب ورياضة أيضا على لسان الوزير سيد علي خالدي أكد أنه سيقدم كل الدعم الكامل لمرافقة لعبة تينس الجزائرية إناس إبو وكل رياضي النخبة من أجل تحقيق طموحاتهم أعود إلى التصريح الذي قامته وقدمته لعبة تينس إبو بهذا التسجيل والتي تحتل المركز الستمائة والعشرين عالميا في رياضة التينس ذنو كما ذكرنا في البداية لعبة تينس الجزائرية إبو تحتل المركز الستمائة والعشرين أقول عالميا وجهت رسالة فيديو مؤثرة إلى النمساوي دومينيك تيم الثالث في الترتيب رابطة لعبي التينس المحترفين نتابع التصريح إن كان جاهزا الجدل الكبير يتواصل بخصوص استكمال المباريات الرياضيين المحترفين الأولى والثانية وكان قد جرى أمس اجتماع بمقر وزارة الشباب ورياضة ضمن الاجتماعات المتكررة لإيجاد صيغة من أجل استكمال المنافسة من عدمه لأنه لم يتم الفصل فيه نيائيا إذن المنافسة والمواصلة المنافسة من عدم يقول التقرير لعبد العزيز بن سالم لا تلوح في الأفق القريب ملامح اكتمال المشهد الكروي في بلادنا ربما هو الاستنتاج الذي يخرج به المتتبع لشأن اللعبة عندنا في الجزائر في أعقاب الاجتماع الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة مع اتحاد القرى والرابطة التي خرج رئيسها بتصريحات تؤكد استحالة استئناف المنافسة ولا عودة للتدريبات ما لم ترفع السلطات المختصة تدابير الحجر الصحي كلام المسؤول الأول عن الرابطة يدع حدا لأمال عودة الأندية إلى المستطير الأخضر في المنظور القريب على الأقل بل وقد يتأجل دوران القرى إلى أشهر أخرى بالنظر إلى الوضع الصحي الراهن وضع كان فريق شباب بلوزداد قد دعا إلى التكيف معه بتوقيف البطولة وجعل صحة اللاعبين والجماهير أولوية لا يجب القفز عليها دعوة متصدر الدوري قبلت برفض قاطع من الرابطة التي أكدت بأن المباريات الأربع وستين المتبقية من البطولة ستلعب لا محال حتى ولو تطلب الأمر أشهرا للاستئناف هو ضباب لا يزال يلف المشهد القروي العام في انتظار أن ينقشع نعم إذن وكنا قد استمعنا أمس رئيس الرابط المحترف لكرة القدام عد الكريم مدور ورأيه بالموضوع أمس وما قاله بخصوص قرار الذي سيعود إلى السلطات العليا وأيضا السلطات الصحية بالبلاد وإذن في موضوع آخر اتفق وزير الاتصال الناطق رسمي للحكومة أمار بالحمر ووزير الشباب ورياضة استدعالي خالدي على تسمية مراكز صحفية باسم صحفيين في مجال الرياضة متوفين تكريما لهم وجاء في بيان وزارة الاتصال أن إطلاق هذه الأسماع على مراكز صحفية يأتي ذلك بطلبين المنظمة الوطنية للصحفين الرياضيين الجزائريين وأوضحت وزارة الاتصال أن هذه التكريمات ستنظم بمجرد رفع الحجر الصحي والقيود المفروضة بسبب كوفيد 19 أما في ألعاب القوى يتواجد عدد من العدائين الجزائريين العالقين بكينيا أين كانوا يحضرون للألعاب الأولمبية توكيو وبخصوص عودتهم إلى أرض الوطن ومصيرهم صرح رئيس الاتحادية أنه يرتقب إجلاءهم اليوم ولمعرفة أو لمعرفة تفاصيل هذه القضية سنحاول الاتصال بالسيد نعم رئيس الاتحادية الجزائري للألعاب القوى عبر السكايب عبد الرحمن الصادو إذن تحية لك سيد صادو السلام عليكم عبد الكريم صادو إذن كيف هي الحالة الصحية للعدائين الجزائريين وهل تم إجلاؤهم فعلا اليوم بوعودتهم إلى أرض الوطن أم لا السلام عليكم بالنسبة للفريق الجزائري والعدائين الموجودين هناك في نايروبي هم الحين في صحة جيدة وفي ظروف حسنة جدا خاصة مقارنة مع الناس العالقين في جوايا واحد خلين وهذا بفضل سفيرها نشكرها كثير باسم الاتحادية وباسم الشخصي سفيرة سفيرة الجزائر بنايروبي لقيمة بأكثر من وجبعة نحية هذا الهدى انتنا يعني في فندق يعني فندق راقي يعني و يعني تكفل بهم منذ يعني وجودهم في نايروبي هم في الأول كانوا في إيتان ولكن كانوا لازم يدخلوا نايروبي فأي أخذت يعني بكل هذه الأمور هذه بالنسبة لرجوع تحهم يعني ما كانش من بشير جعوا اليوم لأن ما كانش يعني الهدى الهدى بالمنافسات الدولية وهل من برنامج خاص متبع على ضوء تأجيل أولمبياد توكيو بالنسبة للعدائين اللي كانوا يحضروا بشكا كذات على الأولمبياد توكيو فهما يعني كنا تابعنا التحضير تحهم يعني يعني قمنا بشكا بطريقة من بداية السنة حتى حتى اللي جال الفيروس هذا يعني كانت التحضير كان يمشي بكل ما يرام يعني يعني لحول لحنا العدائين دعنا اللي كانوا يعني اللي كانوا كاليفي يعني لها الألعاب الأولمبياء وما لحولوا عبد المال 400 متحواجز المخلوف يتوفيق 1500 متر وتبتي بلال 3300 متر موانع وكريكي يشرب في الوثب التولاتي فكل واحد منهم يعني كان عنده التحضير الخاص يعني بالنسبة لتوفيق مخلوفي كان في فرنسا يعني تحضير في فرنسا بالنسبة لمالك الحول في أمريكا وكريكي هنا في قسونتينة كان اختار باش يدير تحضير تحضير مدرب في قسونتينة كانت يعني كل الظروف ملائمة ماتماتيك وبلال ترتيلي كان تحضير تحضير هنا في الجزائر في تربوسات في فيشتيف وكان يعني من المفروض باش يكملوا يعني تحضير 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 كان من المفروض الملك الحول يتنقل إلى البرتغال وكان تبتي كان المفروض يذهب إلى المغرب وتريكي إلى تركيا ولكن يعني غلق الحدود يعني لا يمكن أن يتنقل فالوحيد الذي كان يمكن أن يتنقل كان مازال الوقت هو توفيق مفروفي لموجود الحال في جنوب إفريقيا عبد الكريم سعدو شكرا لك على كل هذه التفاصيل كل التوفيق للعدائين وكل رياضيين الجزائري من أجل العودة القوية للواجهة الدولية في خضم تفشي وباء كورونا وما بعده في أخبارنا الدولية منحت الحكومة البريطانية الضواء الأخضر لاستئناف منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توقفها فترة طويلة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد وذكرت صحيفة أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني منح رابطة الدوري الإنجليزي الضواء الأخضر لاستئناف في المنافسات خلف أبواب مصد بداية من الفاتح جوان القادم وتحت إجراءات وقائية صارمة من أجل تفادي انتشار العدوى أما بإيطاليا فقد كشفت التقارير الإعلامية أن الشركات المالكة لحقوق البث التلفزيوني للدور الإيطالي لكرة القدم لم تقم بدفع الجزء الأخير من موسم 2019 2020 والذي توقف بسبب فيروس كورونا وتقدر قيمة المبلغ بـ 220 مليون أروا في وقت أشرت المصادر أن أندية الدور الإيطالي كانت تتوقع تلقي أو نهاية الأسبوع الماضي وأضفت ذات المصادر أن مالكي الحقوق التلفزيوني يقدم مقترحات مختلفة من أجل أو تعليق قيمة الدفع الأخيرة غير أن هذه المقترحات رفضتها الأندية في انتظار الحسن في الموضوع يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماع الأندية أو الأندية التالكاليتشو وبإسبانيا استأنف ريال مدريد التدريبات رغما من اكتشاف حالات إصابة جديدة بكورونا لكن الوضع يبقى مستمر والتدريبات انطلقت بكل جدية وليد غريبية والتفاصيل بتقسيم اللاعبين إلى فترتين وعلى ملاعب مختلفة مثل ما تقتضيه القواعد الصارمة لبروتوكول الاتحاد الإسباني ضد دواباء كوفيد-19 عاد لعب ريال مدريد لاستئناف تدريباتهم بعد شهرين من التوقف حيث أجروا أول حصة تدريبية جماعية تحت إشراف المدرب زين الدين زيدان تدريبات الريال تأتي بعد أقل من 24 ساعة من إعلان رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن ثبوت إصابة خمسة لاعبين بالوباء المستجد مشيرة إلى أنه من بين أندية الدوري الإسباني في درجته الأولى والثانية التي خضعت لاختبارات الكشف عن الوباء تم اكتشاف خمس حالات إيجابية لدى اللاعبين لكن جميعها بدون أعراض وفي المرحلة الأخيرة من المرض الهدف من هذه الاختبارات حسب ما أوضحته الرابطة يتمحور حول الكشف عن المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض ويمكنهم نقل العدوى لأشخاص آخرين وذلك وفقا لبروتوكول الليغا للعودة إلى التدريب ولتوسيات المجلس لأعلى للرياضاء ووزارة الصحة بما يساعد على ضمان سلامة الجميع عند استئناف المنافسات حيث ينص البروتوكول على بنود صانمة تشمل كيفية وصول اللاعبين وهم يرتدون زي التدريب وفي أوقات محددة لتجنب الاختلاط مع الآخرين وسيكون لزاما عليهم وضع الكمامات وارتداء القفازات الطبية على أن تأخذ درجات حرارتهم قبل دخول مقر التدريب وفي سياق متصل أعرى برائس الليغا خفير تيباس عن أمله في عودة المباريات يوم الثاني عشر جوان المقبل بعد ثلاثة أشهر من التوقف رغبة تأتي بالتزامن مع الإعلان عن استئناف الدوري الألماني السبت المقبل وإن كانت الرابطة الإسبانية لم تعلن بعد عن موعد استئناف البطولة نبقى دائما على أخبار الكرة الإسبانية حيث كشف خفير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن احتمال لعودة الليغة من جديد بعد شهرين في أعقاب عودة لعبي أندية الدرجتين الأولى والثانية للتدريبات وقال رئيسه الرابطة لصحيفة سبورت أنه لا يعرف تاريخا محددا لعودة الدوري متمنيا أن يحدث ذلك في الثاني عشر جوان المقبل غير أن ذلك سيعتمد على كثير من الأمور مشيرا إلى أن اتحاد الكرة على التواصل المستمر مع الحكومة والسلطات الصحية وهي التي ستقرر عودة كرة القدم بعد البدء الفعلي في تحقيق أو تخفيض إجراءات الحجر الصحي يذكر أنه تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بين الأندية ما بين 2500 اختبار كشف لإصابة على اللاعبين والموظفين في الأندية في خبر آخر كشفت صحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية أن الدولي البرازيلي فليبي كوتينيو سيغب عن فريقه الحليب ماير ميونيخ لحوالي ستة أسابيع وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن شهر أفريل أو شهر أفريل أقول الماضي ما يعني أن موسمه مع الفريق البفري انتهى وأضافت صحيفة ناكوتينيو سيبدأ عملية التأهيل خلال الأسبوعين المقبلين على أن يعود بعدها للتدريبات الفرضية ثم الجماعية وهم يتطلب ستة أسابيع على الأقل أما في الدورية الألمانية أكد مايكل زورك المدير الإداري لنادي بوريسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن جميع اللاعبين متحمسين لاستئناب في منافسات البوندسليغ مؤكدا عدم وجود أي مشاعر قلق أو استياء لديهم كما أعلن الاتحاد الألماني موعيد إجراء مباريات مسابقة كأس ساقو الألمانيا وتحديد تواريخ مبارتي النهائية آخر ما نختم به مشاهدين نستالجيا اليوم نعود بكم إلى أولمبياد سيدني سيدني يقول سنة 2000 موعد حصد فيه الجزائري عبد الرحمن أحمد برونزية في مسابقة الوثبي العالي نتابع موسيقى 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 بالرقم القياسي الأفريقي المحقق بالجزائر مترين وأربعة وثلاثين وأحد الأمال لرياضة ألعاب القوى الجزائرية بقد في المحاولة الثانية وتسجيل لمحاولة عبد الرحمن عبد الرحمن حماد لإستاذ علوم مترين وتسع وعشرين برافو حماد ويتنفس الصعداء في الوقف لصاحب أحسن نتيجة عالمية لهذا الموسم يخفق في اجتياز هذا العلو في المحاولة الثانية عبد الرحمن حماد في الوسب العالي نجاح لعبد الرحمن حماد مركز الثالث والميدالية البروزية للجزائر هذا العداء الخجول وإنما لا يخجل من الأرقام والنتائج الجيدة عبد الرحمن حماد ينال الميدالية البروزية في هذه الألعاب الأولمبية بسيدني مبروك لعبد الرحمن حماد بهذه الميدالية البروزية المستحقة بعد اجتيازه لمترين واتنين وثلاثين وكان أخفق هو الآخر مثل ما أخفق ستمايار لاجتياز لمترين وخمسة وثلاثين في ثلاث محاولات ذنب هذه الصورة التاريخية لإحدى محطات الرياضة الجزائرية نختم فقرتنا الرياضية سأفتركم أعود إليك سيدة أحمد شكرا لك زميليا اسماعيل وشكر موصول أيضا لزمالينا في القسم الرياضي على تحضير هذه المواضيع بهذا نصل لختم برنامج الجزائر اليوم نلتقي غدا في نفسي التوقيت وعلى نفسي القناة للإقالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر